يعاني الأطفال السودانيون من سوء التغذية الحادة فيما يتجدس نصف مليون زحف مخيم زمزم بولاية دارفور بالسودان وأشار تقدير أممي صدر مؤخرا عن لجنة مراجعة المجاعة إلا أن مطار الفاشر غير صالح لإصال المساعدات الإنسانية بسبب عدم الأمن الأطفال الخسر الحقيقي في أي صراعات وحروب حول العالم وفي مخيم زمزم بولاية دارفور بالسودان ليختلفوا الوضع حيث يتكدسوا نحو نصف مليون نازح بسبب القتال في الفاشر القريب من بينهم 63 ألف طفل يصنفون أنهم يعانون سوء تغذية وعشرة بالمئة منهم يعانون سوء تغذية حاد ومع انزلق البلاد إلى مواصفته الأمم المتحدة بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة تم تعليق غالبية عمليات الإغاثة بسبب العنف وأشر تقرير أمي صادر مؤخراً عن لجنة مراجعة المجاعة إلى أن مطار الفاشر غير صالح لإصال المساعدات الإنسانية بسبب عدم الأمن وأن آخر شحنة من المساعدات الغذائية إلى مخيم زمزم كانت في إبريل الماضي النتيجة التي توصلت إليها لجنة مراجعة المجاعة المرتبطة بمعيار معترف به دولياً يعرف باسم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هي المرة الثالثة فقط التي يتم فيها الإقرار بحدوث مجاعة منذ وضع المعيار قبل عشرين عاماً تأتي نتائج لجنة مراجعة المجاعة في موسم الجفاف في سودان والذي يصل فيه توفر الغذاء إلى أدنى مستوى ويخشق براء من أنه حتى بحلول موسم الحصاد في أكتوبر ستصبح المحاصيل نادرة لأن الحرب منعت المزارعين من غرس بذورهم وتظهر النتيجة مدى ما تسبب فيه الجوع والمرض من خسائر فادحة في السودان حيث تسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة عشر شهراً بين الجيش وقوات الدعم السريع في أكبر أزمة نزوح في العالم وتركت خمسة وعشرين مليون شخص أي نحو نصف السكان في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية اشتركوا في القناة